اشتركوا في القناة كما دعت السلطة السودانية لاتخاذ اجراءات قانونية ضد الشخص الذي طلب فتوى تبيح له قتل الرجل وحسب الصحيفة فان وسائل اعلام سودانية انتقدت الحادثة معتبرة ان مثل هذه الممارسات ستؤدي الى تعميق الانقسامات داخل البلاد على الصحيفة ذاتها نطلع مقالا بخصوص محادثة صنعاء حيث اكد كتب المقال عن تفاؤل الامم المتحدة بشأن المحادثات الدائرة في صنعاء بين الوفدين السعودي والعمانية من جهة والجماعة الحوثية من جهة ثانية مضيفا ان الحكومة اليمنية قد اعلنت عن استكمال الاستعدادات لبدء تنفيذ تبادل الاسرى والمحتجزين يوم غد الخميس مشاهدين وبخصوص الاوضاع في تايبي نقلت يومية القدس العرب اللندونية عن وسائل اعلام صينية قولها ان السفن الحربية وصلت ثلاثاء اجراء تدريب قتالي في المياه حول تايوان بعدما كانت اكدت اقول الاثنين انها انهت منورات حربية استمرت ثلاثة ايام حول الجزيرة الصحيفة نقلت ما جاء على لسان ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين قوله ان الصين ستتخذ تدابير حازمة لحماية سيادتها الوطنية ووحدة اراضيها في موضوع الانتخابات الرئاسية التركية مشاهدين نشرت صحيفة الشرق القطرية مقالا بعنوان اردوغان لا خيار امام تركيا سوى البقاء قوية فبعدما اطلق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حملته الانتخابية امام الاف من انصاره وكوادر حزبه بانقرة صرح بانه ليس امام تركيا خيارا سوى ان تبقى قوية وتعمل على زيادة قوتها اكثر حتى لا تخضع للعبودية السياسية والاقتصادية صاحب المقال لفت الى ان حزب العدالة والتنمية الحاكم تعهد بخفض التضخم الى رقم فيخانة الاحاد مع العمل على تحسين الاستثمار من خلال دمج هيكل قائم على اقتصاد السوق الحرة مع كل انحاء العالم بعدما اشتدت لغة التهديد والوعيد بين بيكين وواشنطن حول جزيرة طايوان ذكرت صحيفة ليومود ان الرئيس الفرنسي مونيو الماكرون تعرض لموجة من الانتقادات بسبب تصريحاته التي رفض فيها تبعية اوروبا لواشنطن او بيكين في قضية تايوان تبعت الصحيفة بالقول ان ساسة من كلا جانبي المحيط الاطلسي وصف موقف ماكرون بالمهادنة المبالغ فيها للصين التي اجرت منورات عسكرية حول طايوان حيث قال نوربرت روتيغان وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الالماني ان ماكرون استطاع تحويل زيارته الى الصين الى انقلاب في العلاقات العامة وصفا ذلك بالكارثة على السياسة الخارجية لاوروبا اوروبا تنجو من الانكماش بصعوبة هكذا عنونت صحيفة لوفيغارو مقالها الرئيسة التي عادت فيه للحديث عن السياسة الاقتصادية للقارة العجوزة ووفقا للمفوض الاوروبي لشؤون الاقتصادية فان نسبة النمو في الاتحاد الاوروبي فاقت الولايات المتحدة رغم موجة التضخم التي تعيشها القارة العجوز ناهيك عن اجتداد الصراع في اوكرانيا كما وصف باولو جينيلوتي الامر بالاستثنائية نختم جولتنا بصحيفة الجارديان التي اهتمت بالزيارة التي يجريها الرئيس الامريكي جو بايدن الى بيلفاست لتشين الاحتفالات بمرور الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاق السلام الذي انهى ثلاثة عقد من الصراعي في ايرلندا الشمالية وطبقا للمقال فان الرئيس بايدن سيلتقي بقادة الاحزاب السياسية الخمسة الرئيسية في ايرلندا الشمالية الى جانب لقائه بزعيم حزب المحافظين صوناك كما سيتم الاعلان عن خطط البلدين لدعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في المنطقة تضيف الصحيفة بهذا مشاهدنا نكون قد وسلنا وإياكم الى ختام جولتنا في الصحافة